نادي الأهلي ويكون التعامل مع اتحاد كرة القدم بشكل معلن بوضع شيك للحكم الأجنبي وطاقم التحكيم الأجنبي قبل مباراتنا الأهلي ولو رفض اتحاد كرة القدم لنا المفترض في ربطة أندية منوت بها الدفاع عن حقوق المسابقة لأننا نرى تطور من خلال ربطة الأندية في أول سنة من خلال البس والنقل التليفزيوني نتمنى أن لا ينفع عنصر من أهم عناصر كرة القدم يكون التحكيم بالشكل ده ومع كامل احترام الكابتن عصام عرفتاح وهنا رسالة للكابتن عصام عرفتاح بس لازم لازم كابتن عصام لا لأ كابتن عصام فتحت حدينا يا كابتن عيسم طلع من فترة لما قلنا هنستعين عاوزين رئيس لجنة حكام أجنبي طلع قال من يطالب بخبير تحكيم للجنة الحكام أجنبي هو غير وطني اتهام واضح بالأمس بيتحدث عن أخطاء التحكيمية في الوطن الأهلي والمصري أنه مش كل من هاب وده بيطلع يتكلم في التحكيم في إشارة الخبراء التحكيم يا كابتن عيسام هو حضرتك كل حاجة صح قبل ما تبقى رئيس لجنة الحكام قلت أنا مش راضي عن التحكيم ولو رضيت هدي نسبة عشرة في المية لما حالك جيت كمسكت بقدرة قادر بن شهرين بقى اللي بيطالب بخبير التحكيم أجنبي خين الكابتن عيسام فتحة عمل إيه بقى يا كابتن عيسام هو بنفسه في لجنة التطوير بيتحدث عن جلب خبراء أجانب عشان يعلموا أو يتعايشوا مع التحكيم المصري ما بقيتش انت دلوقتي وطني يا كابتن عيسام أتمنى الكابتن عيسام الفتاح يتعامل مع الفشل دون اتهام الآخرين وحسنا فعل الكابتن جمال غندور يعني يصلح ما يكون إصلاحه لأنه ده برضو موضوع مهم قال احنا أول مرة ليه لما كل مرة يا كابتن هيسم الكابتن عيسام الفتاح يمسك رئيس لجنة الحكام تطلع تصريحات خاصة بفكرة ان العالم كله بيحارب لجنة الحكام موضوع صعب جدا احنا عايزين الأفضل احنا عايزين الأحسن عايزين الحق عايزين اللعب النظيف واللعب اللي يبقى فيه يعني كل واحد ياخد حق